اشتركوا في القناة يسعد صباحك وصباح الاختراع والنشاط الياباني اليوم نحكي شوية دكتوريا عن اليابان التجربة الإدارية فيها لنحاول أكتر نستفيد منها بما أنه نحن كمان عنا طاقات إبداعية عم نشوفها بالشباب فخلينا نحكي نبلش فورا كيف بتم تعيين المدير نحن عنا منقول منتمنى نشوف الرجل المناسب بالمكان المناسب صحيح فخلينا نحكي التجربة اليابانية كيف نجحه بالإدارة أول شيء التجربة اليابانية هي ظهرت كمنافس وقوي وشرس مقابل الإدارة الأمريكية اللي هي كانت كتير متميزة ببراعتها وبيعملوا من طلما نشوف الأفلام والقصاص اللي كتير كبيرة عليها أنه هي شغلة خارقة نظرية البطل تمام لكن اليابان هي ما عندها نظرية البطل أبدا لأنه الجميع أبطال ما فيه جهد إلا ما هو نتيجة مجموع عمل جميع العناصر الموجودة بالمؤسسة من أصغر شخص للأكبر حتى المكافأة عندهم بتتملس جميع لكن مع تمييز صاحب المبادرة أكتر أول عنصر الفاعل فيها فالإدارة اليابانية هي رمز بالنسبة لإلنا منتقاطع معها ببعض الأمور ومنختلف ببعض الأمور لكن ما فيه شيء مستحيل بالحياة كله ممكن يصير تمام أكيد العمل الياباني أو العمل بكل مكان يعني هو الحجر الأساسي بنجاح الشركة خلينا نحكي نحن أنه أسباب نجاح اليابان وأسباب أنه التعامل الرائع بين الموظفين والشركة شو بيعطوهم ميزات للعمال اللي عندهم أول الشيء لنقول المدير والعامل كونه أنا ما جوابت جواب كامل على السؤال الأول فأول الشيء المدير عندهم بيتم التعيين ما بيتم بينزل بالبراشوت مثل ما حكينا بكتير دول أو حتى بالإدارة الأمريكية فهو المدير أولا بيكون معظف صغير ما بيجيبه حدا من برا ممكن يجيبه استشاري أو خبير لجانب محدد وصغير يعني فترة مؤقتة وغير دائمة أما المدير فهو بيبلش عامل صغير بعدين بيتطور عندهم ليوصل لمدير إذا كان عنده مؤهلات وكفاءات معينة وطور حاله وطور حاله لا وهنين أكتر طوروا لكن شافوا هنين الجانب لأن حتى هنين لما يعينوا ما بيعينوا شخص بيقولوا بدنا يا عنده خبرة بيقولوا بدنا يا عنده مؤهلات معرفية يعني دارس بالجامعة مثل طالب جامعة وعنده قدرات شخصية يعني قابل للتطور أما موضوع الخبرة فهنين بيقولوا إذا نحن منحنا الخبرة المناسبة لمؤسستنا وعاملنا فهذا أفضل ما يجينا بخبرات غير مناسبة تمام؟ فلذلك بيتم التعيين بناء على موظف صغير التطور عندهم أهلوا شافوا قدراته النفسية والشخصية السلوكية بالإضافة لخبراته الأكاديمية اللي تم لكن بعد عدد سنوات معين مو مباشرة ما حدا بيجي مباشر أكيد أما للعمال مثل ما بنعرف أنه فلسفة العمل لدى اليابانيين أنه العمل بيرتبط أكيد بعقيدتهم وثقافتهم الدينية خلينا كمان نحكي عن هذا الموضوع أول شيء الموضوع كثير مهم لأنه بياخدوه ناحية أخلاقية غير موضوع المعتقدات الدينية لكن هنا كيف بالبداية قدروا يجذبوا العامل بغض نتنظر عن المعتقدات قدروا يجذبوه كشخص ويهتموا فيه ولنقول حتى شو بيفرق عننا بمؤسساتنا باليابان بالبداية بياخدوه بيتم اختيار بيتم استقطاب مؤهلات معينة إنه بدنا شخص كفاءاته بشي معين صفاته الشخصية فرضا عنده لغة أوكي هذا الشي ما نوع اختصاصي بالعمل ما عم نقول هو عنده خبرة عشر سنين بمجال الميكانيك فرضا فهذا ما بيطلبوا هذا الموضوع نهائيا بيطلبوا لأ أمور تانية بعد ما يتم استقطاب هاي الكفاءات بيتم تدريبة بشكل كتير مكسف وبشكل كتير بطيء بيتم ترقيته نحنا مثلا عندنا بجوز دي توظف الواحد بعد ثلاثة سنين إلا إيه صار مدير أو مباشرة بعد عشر سنين كمان يعني لنقول هاي إنه إذا ما كان بالشكل المزبوط يعني فعندهم لا في عندهم شي اسمه نظام ترقية بطيء جدا هي بالنسبة للعامل فهلأ هون شو بيعتمد هل العامل بيقول أنا معتقداتي أنه أنا فرضا جاي من بيئة معينة أو جاي من جهة أو من لنقول أيديولوجية معينة لأني أنتمي إلى فكر معين أيديولوجي أو إثني أو عرقي أو غيرها فأنا بصير لا ما عندهم هذا الموضوع فموضوع المعتقدات اللي بتنتمي لبيئات إثنية أو ثقافية معينة هي غير موجودة إنما الموجود عندهم فصلوا هذا الموضوع فخلوه الموضوع أنه أنت معتقداتك هي المعتقدات اللي بترسخ الأداء الجيد هي اللي بترسخ الولاء والانتماء لهذه المؤسسة وهي اللي بتشتغل على الدقة والجودة بالعمل والالتزام بمعاييرنا كمؤسسة بغض النظر على المؤسسات الثانية فمعناته نحو موضوع المعتقدات تمام أخذوا موضوع النجد والاجتهاد والالتزام بالعمل والإخلاص يعني أخذوا هذا الموضوع تمام والدقة كثير بهمهم موضوع الدقة فيه هذا فنحو مواضيع لأن حتى هنين عندهم مثلا أديان مختلفة اللي هي فيه إلى معتقدات الخاصة لا هنين أبدا ما بيفوتوا موضوع أي معتقد يتبع لأي منهجية أو إثنية أو آيديولوجية معينة بعملون إنما بهموا للتفاقة يمكننا دكتورة كمان خلينا نحكي شوي دائما نشوفها مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من اليابان إنه هاي الشركة عم بتكافئ مثلا موظفيها أو العمال بشيء بمناسبات بيكونوا جام بعضهم في ناحية إنسانية دائما بالعمل أو هنه يمكن بيسوقولها أكتر حتى يبينوا هذا الترابط والشراكة بالعمل خلينا نحكي الطرق اللي كمان اليابانيين بيعتمدوها لا يكسبوا العامل ما يروح لمؤسسات تانية نحنا بنحكي أحيانا أخطاء ممكن نشوفها بعد الدول في عنا أوجاع نحنا كمان كسوريين اليوم عم نحكي عنا حتى نطور حالنا نستفيد من الأخطاء صحيح أول الشي باليابان تتعامل مع ميلينا على أساس الإدارة الأبوية فتحت هذا العنوان المحدد منقدر نستخلص كتير أمور إدارة أبوية ما إلنا إدارة بالتعاطف لأنه كمان هذا نمط من القادة الإداريين إدارة أبوية معناته أنا كتير بيهتم بعائلتي اللي هنا نموظفين كتير بيهتم بشؤونهم لقدام فهذا الشي بيخلي يصير عند العامل ولاء فمعناته المبدأ اللي بتشتغل فيه الإدارة اللي هو الإدارة الأبوية تهتم بالعامل ليس فقط ضمن العمل يعني أنا مو بس بهيئ له ظروف العمل هلا بكتير شركات أو مؤسسات منلاقي ظروف العمل غير متوفرة فهنا لا بيوفروا ظروف العمل بيعطوا الراتب لنقول أو الأجر المناسب وبيعملوا ترقية وتقييم مثل ما إلنا بطيئة لكن لكن عادلة ومناسبة هلا اللي كتير مهم بالموضوع ليضلوا يحافظوا على هذا الشخص نقطة كتير هي حساسة حتى بالإدارة الأمريكية أو بكتير دول تانية ما منلاقيها النقطة المهمة أنه هنين بيخلوا العامل يدور على كل الأقسام يعني إجباري هو لازم يشتغل بكل المديريات شو الفكرة من هذا الموضوع أو كيف بيصير فيه انتماء كبير لها الشركة نتيجة دوران وضمن العمل لما العمل يدور ضمن كل أقسام الشركة ويقعد فرضا أشهر بكل قطاع فبيصير عنده فكر كتير كبير عن كل تفاصيل العمل طيب إذا فكر يوما ما هذا العمل فرضا صر له 5 سنين أو 10 سنين بهالشركة وداير بكل قطاعاته وبيعرف أموره بشكل تفصيلي إذا فكر يترك ويروح لشركة تانية يا ترى هل رح يكون بسوية العاملين الموجودين بهديك الشركة اللي دايرين بكل الأقسام وهنين ممكن يكونوا صر لهم سنتين فأكيد ما رح يكون بهالسوية فرح يلاقي حاله أقل فهو منطلقى نفسه ما عاد يروح لشركات أخرى هلأ هي حركة كتير ذكية أنه أنا بجذبه لما أنا خليه هو مهم بمكانه وإذا رأى على مكان تاني رح يصحله أقل أهمية فهو تلقائيا ما رح يروح والشركة التانية ما رح تاخده بمستوى كمنصب وظيفي عالي لأنه عندهم بيتمدوا مبدأ التدرج البطيء بالعمل فلذلك رح يروح بمنصب أقل فما بيناسبه بكل الحالتين لا معرفيا ولا كمستوى وظيفي فبيصير عنده مبدأ الانتماء للعمل هذا بالإضافة طبعا للنواحي الإنسانية اللي هنا بيتعاملوا فيها ضمن العمل أكيد الاهتمام الكبير كمان كتير مهم للعامل خلينا نحكي الأزمة اللي مرأت فيها اليابان بعدين قدرت تنجح وتصير العملاق الياباني وهلأ نحنا عم نتعلم منهم كيف قدروا ينجحوا بعد الأزمة الكبيرة اللي صارت معهم خلينا نحكي تجربة اليابان ممكن نحنا نطبقها هون بسوريا وكيف وقديش نسبة نجاحها برأيك هلأ نحنا أكيد ممكن نطبق أي تجربة وتجربة اليابان هي تجربة واضحة صارت بتفاصيلها فمنقدر نطبقها كونه في أسس قائمة تقوم عليها مثلا شو الأسس اللي بتقوم عليها اللي هي فرضاً مشاركة باتخاذ القرار يعني هي بتخلي العاملين يشاركوا باتخاذ القرار فمنه بيصير هنا عندهم مسؤولية أكتر لتنفيذ الهدف فهون صار في عندهم ولاء لتحقيق أهداف المؤسسة ليش؟ لأنه شاركوا بالهدف فنحنا ممكن نتحول لنصير نتعامل بهذا النمط كإدارة استراتيجية أنه أنا شارك العاملين باتخاذ القرار هلأ إذا أنا ما عملت مشاركة لإلون ممكن اعتمد على ناحية أقل من المشاركة اللي هي القرار الجماعي أنه يكون في مجموعة يعني القرار الجماعي غير المشاركة المشاركة جباري بدي أخذ برأيون أما القرار الجماعي ممكن اسمع آراء الجميع وبعدين نشوف نتوصل لحل حسب الأغلبية أو حسب رؤية الإدارة لكن ما يكون قرار فردي هاي أولا ثانيا في ناحية هاي لنقول اختلاف الناحية اللي نحنا منتشارك فيها معهم اللي هو التوظيف مدى الحياة يعني نحنا بمؤسساتنا منتشابه مع الإدارة اليابانية بهذا العنصر وهذا جانب كتير منيح لأنه في كتير دول هي ما بتشتغل بهذا النمط أو في شركات مثلا إذا صار عندها أزمة بتصير فورا أنه طالع موظفينا صحيح أما باليابان بيقولوا الميزة حتى لو صار أزمة أنه الكل حي يبقى موجود وكل يعدنا يعني بيحطوا إيدهم بإيدين بعض لي قدروا يطلعوا من هاي الأزمة بس الكل حي يبقى موجود يعني ما بيطالعوا الموظفي من عندهم صحيح مثل في صارت بالشركة ما رح أقول على كل اليابان بالشركة معي يعني صار عندها أزمة مالية فهي قالتلون أنا ما رح أخفض من عدد العاملين عندي لا أنا رح أعطيكم إجازة وأنتوا اختاروا وقت معيا تاخدوها فهي فعليا إذا عندها فرضا خمسة آلاف موظف فهي وفرت راتب خمسة آلاف شخص لكن ما اعتبرتها أنه هي طلعت حدا أو خسر عمله لا لأنه هي بتعمل بالمجال الإنساني فهي بتحتضين كل العاملين فقالتلون أنا ممكن أعطيكم شهر أو شهرين إجازة أنتوا اختاروا الوقت لكن هذا الراتب ما بتاخدوه هلأ وبالمقابل هلأ هنين ليش وافقوا طبعا هو العمل بينزعج من الموضوع لكن كانت الإيجابية الأعلى أنه أنا ما خسرت عملي ولا رفيقي خسر عمله فهذا الشي بيأكد على الشي اللي حكيتيه حضرتك بأنه فعلا هي بتحتضين الجميع هلأ العامل المهم أو العنصر المهم اللي اشتغلت فيه لتنطلق من لنقول كساد اقتصادي أو أزمة مالية مرأت فيها أنه هي اشتغلت بمبدأ اسمه التكيف نحو الهدف يعني أنا كيف بدي وصل لهدف معين أنه خلي العاملين كلهم أو زيد الانتاجية أو ارتقي بمستوى الأداء تبعي والجودة بالمنتاج هدول كلهم أهداف فرعية ممكن تختار واحد منهم أو كلهم سوى فهي تحولت لموضوع أنه تشتغل بالتكيف نحو الهدف أنا هدفي شو؟ فبدي روح شو في العناصر الملائمة لهالهدف يعني مثلا نحنا بسوريا ما منجي منقول بدنا نشتغل تجربة يابانية ومنبلش مباشرة نعمل شو اشتغل ولا بدنا نشتغل على بنية ثقافية أول شي وبنية اجتماعية بتتأقلم فهي منكون عم نهيئ شي اسمه عناصر متكيفة ما بتشتغل على مقاومة التغيير يعني إذا بدنا نشتغل قرار جماعي بدو يصير عنا مقاومة للتغيير أكيد لأن المدراء الحاليين ما نون متعودين على الموضوع إذا بدنا نشتغل على تقييم عادل كمان بدو يصير مقاومة بسبب عدم الظروف المثالية اللي نحنا منشوفها بكتير من المؤسسات أو الشركات فدائما في ناس متضررة هي رح تقاوم هاي العناصر اللي تقوم علي الإدارة اليابانية فنحنا بالبداية بدنا نحط قوانين بدنا نحط معايير والأهم من ذلك أنا كتير حب القوانين الموجودة عندنا لكن أنا بزعل لما نحنا ما نطبق أو ما نلتزل فيها كيفية استخدامها تمام فنحنا المشكلة هي بعدم الالتزام بتطبيق القانون أو عدم المسائلة في حال عدم تطبيقه مجرد المسائلة هي بحد ذاتها كتير بتقوم لي اتجاهي فتقدر تخليني انطلق نحو الهدف يعني أكيد دكتوري علبنا مبدأ الثواب والعقابة يمكن وتقويم الأهداف هي تجربة يعني ممكن نستفيد منها نحنا كمان بسوريا بتجربة الإدارية السورية خاصة أنه نحنا اليوم يعني عم نتعرض لحرب اقتصادية الشعب السوري صمت تسعة سنين كمان هذا إنجاز ممكن ندرس نحنا غيرنا بهذا المجال لكن أيضا من الحروب الاقتصادية اللي ضربت عدة بلدان بالعالم ممكن نستفيد من رقاطة معينة حتى نقدر نستفيد من إنتاجنا الداخلي نستفيد من تقويم الأهداف خلينا نحكي على ثلاث أمور المفروض نحنا كإداريين بسوريا فعلا وخاصة هلأ مثل ما عم تعرفي فيه استغلال كتير للمواطن السوري من قبل كتير من الأشخاص فاليوم كيف نحنا فينا كإداريين إداريين حاسين بالمسؤولية تجاه بلدنا أنه نقدر ننهض شوي بهذا الاقتصاد نقدر ننقويم الأهداف في عنا جوانب مرتبطة رح أحكي كتير باختصار جانب مرتبطة بالعامل وجانب مرتبطة بالحكومة وجانب مرتبطة بالمجتمع هذول الثلاث جوانب لازم يتوافقوا مع بعض هذا التوافق بيصير في عندي شيء اسمه تكامل وشمولية المؤسسة تكامل المؤسسة يعني اندماجة مع البيئة لما نلاقي المواطن غير راضي فأنا أكيد بدي ساوي أهدافي لترضي المواطن من جهة ولترضيني كمؤسسة في إلي أداء معي نجودة معينة لأنه اللي بيرضي المواطن أكيد مثلا أني رخص كتير بسعر المنتج هو لا يرضي المؤسسة لأنه رح تكون عبد حقق خسائر كتير كبيرة فمعناته بدي أعمل توازن بين أهداف المؤسسة وأهداف المواطن هلأ مين اللي قادر أنه يضبط هذا الشيء دائما الأشخاص اللي عندهم سلطة اللي هنا للحكومة فهلأ انطرح بسوريا بال2019 برنامج التنموي للسوريا ما بعد الحرب عمل تكاملية لمجموعة مشاريع لكل المشاريع سوريا اقتصادية زراعية إدارية وكل النواحي التعليمية وغيرها هلأ وين بقى العقبة لأنه نحن عملنا إنجاز أنه حطينا هذا البرنامج ومشكورة طبعا الحكومة لكن ما في شيء بيعطي قيمة لأي عمل إذا ما تنفذ بطريقة صحيحة فلازم يكون في معايير في عناصر فاعلة إلون كفاءات في مساءلة وفي عقاب مثل ما حكينا إذا ما صار هذا الموضوع وإلا نحن بالدولة عندنا في خطة أنا كتير متفائلة بهذا الموضوع لكن التفاؤل ما بيكتمل إذا ما لقينا نتائج أكيد هو الرقيق البشري والإخلاص والأتقام بالعمل هو أهم العوامل لأنجاح أي عمل وإن شاء الله أكيد سوريا حتى عمر بإيدينا كلياتنا وشكرا لكل معلومة التي لنا إياها شكرا لوجودك معنا شكرا لكم وأنا بدي أتشكر كتير جيشنا المناضل اللي هو عامل أداء كتير عالي لكن نحن لا يكفي أداءنا من نواحي عسكرية نحن كتير بهمنا يتوافق ويتوازن مع الأداء الإداري والاقتصادي والمالي للدولة حتى نقدر ننهض وإن شاء الله بفترة كتير قريبة إن شاء الله يا رب إن شاء الله كل الخير لسوريا شكرا إليك دكتورة لبناء على كل المعلومات التي أعطيتنا إياها شكرا لوجودك معنا